قرر من سيكون مسؤولة عن كل مرحلة من المراحل المشروع وقم بمراجعة دروس المتعلقة بهذا المشروع لإيجاد مزيد من المعلومات في الجدول ده أنا محتاجة منك أنك تراجع كل الدروس اللي درسناها مع بعض واسمها أو التايتل بتاعها عشان نقدر نكتبه عندنا في الجدول فهلاقي أن هنا في المقدمة الجدول بيقول من سيعمل وعلى أي مهمة سوف يعمل الفريق بتاعك هتحدد لي مين الشخصيات اللي هتعمل كل حاجة من الحاجات دي فعندي مثلا تصميم الشعار والعلامة التجارية احنا قلنا أنه لازم يكون من ضمن الفريق شخص بيعرف يرسم فهيقدر يعمل لي هنا شكل العلامة التجارية أو الشعار وده هيرجع في أنه درس لهو العلامة التجارية التخطيط لقائمة طعام غنية بالعناصر الغذائية وده اللي أنا محتاجة من الشخص اللي بيفهم في التغذية أو بالغذاء المثالي هيقول لي إيه المكونات اللي هيستخدمها التخطيط لحديقة المطعم يا طرق الحديقة بتاعتي هيكون شكلها إزاي؟ إزاي توزيعة الألوان فيها هتكون عاملة إزاي؟ والأحجام بتاعت الأشجار والنباتات هقدر أوزحها إزاي؟ وأقدر أحط أعادات أو جلسات أو برجولات فيها تقدر تساعدني برضو في المطعم تصميم المطعم من الداخل وده اللي احنا قلناه هنتقطار الألوان المناسبة للحوائط وللأساس وطريقة العرض بتاعتها تكون هادية وشكلها جميل تخلي الإنسان المقاعد جوه مرتاح جدا تطوير إرشادات السلامة في المطبخ يا طرق عندك أفكار جديدة تقدر ترشد بيها الناس اللي بتشتغل جوه المطبخ وتكون مكتوبة بطريقة سليمة داخل المطبخ وتكون فيها تطور آخر حاجة عندي ابتكار إعلان للمطعم يا طرى المطعم بتاعك هتعلن عنه إزاي لو هنعلن عنه عن طريق الإنترنت فلازم أعمل تصميم كويس ولو هعلن عنه سواء في الشوارع أو في المدرسة أو مع زميلي لازم يكون التصميم برضو بتاعه ملفت للنظر وأحجم الكلمات والرسومات اللي فيه تكون واضحة وسليمة وده اللي احنا هنعمله هنا في الجدول وهنكتب هنا أسامي الدروس اللي احنا تعلمنا منها كل الحاجة دي تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا بلس مدرستنا المستقبل يبدأ الآن